اسم الدرس التدرب على حل المسائل المسألة الثانية ثانياً اشترى باعث عقاري قطعة أرض صالحة للبناء في شكل متوازي أضلاع قيص قاعدته بالمتر 192 وقيص ارتفاعه بنفس الوحدة 150 تكفل مهندس الشركة بإعداد تصميم القطعة وفق السلم 1 على 2400 وأعد مثال التهيئة وفق ما يبينه الجدول التالي المساحة الجملية للأرض بالهكتار مساحة الحي التجاري بالأر 1 على 9 المساحة الجملية للأرض مساحة المدرسة بالأر 3 على 5 مساحة الحي التجاري المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء والطرقات 6736 متر مربع المساحة المخصصة لبناء المساكن ما تبقى من مساحة الأرض أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول بنى الباعث العقاري مساكن وباعها على النحو التالي يدفع المشتري 122110 دينار وهو ما يمثل 30% من ثمن شراء المسكن بالحاضر ويتكفل بنك الإسكان بدفع المبلغ المتبقي فيلتزم المشتري بتسديده مع فائض وفق أقصات شهرية قيمة الواحد 184.875 دينار على امتداد 20 سنة الإجابة أبحث عن مساحة الجملية للأرض بالهكتار الأرض على شكل متوازي أضلاع ومساحة متوازية الأضلاع تساوي القاعدة في الارتفاع الموافق لها مساحة متوازية الأضلاع تساوي 192 متر في 150 متر تساوي 28800 متر مربع أبحث عن مساحة الحي التجاري بالأهر مساحة الحي التجاري تساوي 1 على 9 المساحة الجملية للأرض مساحة الحي التجاري تساوي 1 على 9 في 28800 متر مربع وبالتالي مساحة الحي التجاري تساوي 28800 على 9 متر مربع تساوي 3200 متر مربع تساوي 32R أبحث عن مساحة المدرسة بالR مساحة المدرسة تساوي 3 على 5 مساحة الحي التجاري مساحة المدرسة تساوي 3 على 5 في 3200R وبالتالي مساحة المدرسة تساوي 9600 على 5 متر مربع تساوي 1920 متر مربع تساوي 19.2R أبحث عن المساحة المخصصة لبناء المساكن المساحة المخصصة لبناء المساكن تساوي ما تبقى من مساحة الأرض المساحة المخصصة لبناء المساكن تساوي المساحة الجملية للأرض إلا مساحة الحي التجاري مع مساحة المدرسة مع المساحة المخصصة لمنطقة الخضراء والطرقات المساحة المخصصة لبناء المساكن تساوي 28800 متر مربع إلا 3200 متر مربع مع 1920 متر مربع مع 6736 متر مربع تساوي 28800 متر مربع إلا 11856 متر مربع تساوي 16944 متر مربع المساحة الجملية للأرض بالهكتار 2.88 مساحة الحي التجاري بالآر 1 على 9 المساحة الجملية للأرض 32 مساحة المدرسة بالآر 3 على 5 مساحة الحي التجاري 19.2 المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء والطرقات 6736 متر مربع المساحة المخصصة لبناء المساكن ما تبقى من مساحة الأرض 16944 الإجابة نعلم مسبقاً أن 122110 دينار تمثل 30% من ثمن المنزل بالحاضر إذن ثمن المنزل بالحاضر يساوي 122110 على 30% يساوي 40700 دينار ما ثمن شراء المسكن بمساهمة بنك الإسكان؟ الإجابة أبحث عن المبلغ المسدد للبنك مدة الدفع هي 20 سنة يعني 20 في 12 شهراً يساوي 240 شهراً قيمة القرض تساوي 184.875 في 240 تساوي 44370 متر مربع ما النسبة المئوية للفائض الذي يتمتع به البنك بالنسبة إلى أصل الدين؟ الإجابة المبلغ المقترز أو أصل الدين يساوي 40700 إلا 122110 يساوي 28490 متر مربع قيمة الفائض يساوي 44370 إلا 28490 يساوي 15880 متر مربع النسبة المئوية للفائض 15880 في 100 على 28490 يساوي 55.73%